السلام عليكم عزائي اليوم الموضوع عن حقيقة البرنامج الغذائي لا أستطيع أن أقول لك بأن تتبع برنامج غذائي أعتمده أنا أو غيري لأن ذلك يعتمد على عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك إذا كان شخص ما يتدر بقوة ويحاول بناء العضلات وزيادة وزن الجسم فينصح بتناول 1.6 إلى 2 جرام بروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم إذا كان وزنك مثلا 70 كيلوغرام فستحتاج من 112 إلى 140 جرام بروتين في اليوم الواحد ويمكن لجسمك أن يستخدم كمية كبيرة من البروتين في وقت واحد فقط ولا يبقى في نظامك لفترة طويلة جدا ولهذا السبب ينصح بتناول البروتين المطلوب تقسيمه إلى 5 أو 6 وجبات صغيرة على مدار اليوم ولهذا السبب أصبحت مكملات البروتين مهمة جدا لأن الحصول على 112 إلى 140 غرام من البروتين يوميا من الأطعمة الصلبة أمر صعب للغاية وخاصة إذا كنت تعمل وما إلى ذلك فليس من العمل تناول صدور الدجاج كل ساعتين لذا فإن مكملات البروتين مفيدة جدا للحصول على هذا المطلب وفيما يتعلق بمتطلبات الطاقة والكاربوهيدرات فإنها ستختلف قليلا من فرد إلى آخر وبشكل أساسي إذا كنت تزيد من الدهون في الجسم بهذا المستوى فيجب عليك خفض مستوى الكاربوهيدرات قليلا وإذا كنت لا تكتسب وزنا فعليك أن ترفع من نسبة الكاربوهيدرات قليلا مهما كان مستوى البروتين الذي تتناوله قم بضرب ذلك بمقدار 1.5 إلى 2 140 جرام من البروتين يوميا تصبح 210 إلى 280 جرام من الكاربوهيدرات يوميا هذا من شأنها أن يكون مبدأ توجيهيا جيدا قم بتقسيمها على مدار اليوم احتفظ بمصدر جيد للكاربوهيدرات وهي كاربوهيدرات معقدة إلى حد ما يتم تكسيرها ببطء ويتم إطلاقها في مجرى الدم ببطء حتى لا تحصل على ارتفاعات كبيرة في نسبة السكر في الدم وانخفاضات كبيرة لذلك أنا أتحدث عن دقيق الشوفان والأرز البني والبطاطا الحلوة والخضروات وأشياء من هذا القبيل أنت بحاجة للدهون في نظامك الغذائي فعندما تأكل عشر بيضات لا تأكل بياض البيض فقط تناول ثلاث بيضات مع الصفار على الأقل لتستفيد من بعض الأحماض الأمينية الموجودة في صفار البيض في شريحة اللحم الستيك ستحصل على دهون طبيعية هناك وملعقتين كبيرتين يوميا من دهون أوميغا مع دهون أوميغا المختلطة للتأكد من أنك تحصل على جميع الدهون الأساسية صدر الدجاج وصدر الديك الرومي ولحم البقر البيف هو مصدر ممتاز للبروتين ولكن إذا كان يحتوي على نسبة عالية جدا من الدهون فمن الواضح أنك لا تريد ذلك ولكن يمكنك الحصول عليه بطريقة الحصول على لحم البقر المفروم قليل الدهون تقريبا ولكن صدر الدجاج هو مصدر أفضل وأكثر اكتمالا للبروتين ولحم البقر يعتبر مصدر جيد أيضا لذلك البيض وصدر الدجاج وصدر الديك الرومي ولحم البقر والأسماك ثم مكمل البروتين تلك هي المصادر الرئيسية إن شاء الله أنكم سفدتم من هذه الحلقة إذا سفدتم منها اضغطوا على زر الإعجاب ولمش يشترك في القناة يشترك ليصله كل جديد وإذا في أي سؤال يسألون على التعليقات شكرا لكم دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته